طاقتك انت في الاول يا برج الاسد. انا شايفة طاقتك فيها رغبة في استقرار او تقدم. بس في حاجة موقفيك. حاجة موقفيك ومحيراك. انت في خطوة عايز تاخدها تجاه شيء. لان دي بتكون طاقتك العامة. فمش شرط تكون تخص العاطفة بس دي طاقة تحتك. انت عندك رغبة في التقدم تجاه شيء او تجاه شخص. لكن انت محتار بشأن الشخص ده. ممكن يكون الشخص ده متزوج. ممكن تكون انت المتزوج. في حاجة بتمنع الخطوة اللي انت عايز تاخدها تجاه شخص ما. وانت لسه محتار في الخطوة دي او مش عارف تاخدها ازاي في المرحلة دي. او تجاه حاجة. يعني ممكن حاجة تخص العمل او حاجة تخص اي تطور انت عايز تعمله في حياتك في الفترة الجاية. في خطوة انت عايز تنتقل لها لكن انت محتار في الفترة دي. او على المستوى العمل ممكن تكون انت في حاجة عايز تبدأ فيها. عايز توصل الوضع مستقر ما. عايز توصل الوضع ما في العمل. او تبدأ في شيء مثلا وتكبر فيه. لكن انت في ممكن تكون بتمر بازمة في الوقت الحالي. ممكن لو انت عايز تبدأ مشروع فالفلوس مش مساعدك في الوقت الحالي. فانت بتوازن في شيء يعني سواء على المستوى العاطفي او على مستوى عملي مادي اجتماعي اي ان كان يعني. فدي الطاقة بتاعتك انت برج الاسد في الوقت الحالي. طاقة شريكك. طاقة شريكك ممكن الشخص ده. ممكن يعني. لجزء كتير منكم ممكن يكون في زواج فعلا. ممكن يكون متزوج. بكتير منكم هو في زواج. لكن الشخص ده في مشاعر ناحيتك. لو هو في زواج. ممكن يكون شخص ده بيبص عليك. بيرقبك. ممكن فيه بينكم والذكريات كتير قوي حلوة. ممكن انتو بعيد عن بعض دلوقتي. وانت وحشو او بيفكر فيك كتير. لو هو زوج بالنسبة لك انت فالشخص ده بيفكر في الايام في الزكريات في الحاجات اللي كانت اا ما بينكم يعني. يعني اما هو زوج لك اما هو احد امتزوج. يعني كل حد ياخد القراءة بالشكل المناسب لي. وخليكوا فاكرين ان ذي قراءة عامة يعني. لكن هنشوف دلوقتي برضو كل فاقة من فاقات البورج ايه متوقع لي. اا مشاعر تجاهك الشخص ده ايه? قالوكم الابراج والطاقات اللي موجودة الاول. انا شايفة بورج العزراء. حمل. اثد. ميزان. دلوق. ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بطئة. آآ فيها مراقبة كتير من بعيد. فيها آآ فيها رغبات في استقرار لكن لسه مش مش موجودة. آآ هو مشاعره من ناحيتك في الوقت الحالي او في الطاقة الحالية. آآ شايف ان مشاعره آآ هو شايف ان العلاقة دي علاقة صعبة. ومحتاجة آآ منه ان هو يبزي المجهود او ومحتاجة منه. وشايف كمان علاقة قدرية. وشايف كمان ان هو آآ محتاجة منه مجهود كتير لكن هو مش في ايده مثلا يعمل حاجة في الوقت الحالي. وآآ بيكتفي بالمرأبة بالنظر من بعيد. الشخص ده كمان ممكن يكون حصلت له حاجة في علاقات قبل كده. آآ آآ هقولكو كل الاحتمالات. وهو آآ بقى حذر من ناحية العلاقات العاطفية. او آآ آآ هو شايف انك انت كده. او انك لسه في حاجة يعني. لسه في حاجة انت مخرجتش منها. فدي مشاعره تجاهك في الوقت الحالي. هو شايف ان العلاقة فيها صعوبة. شايف فيه مرأبة. آآ شايف فيه احساس بان هو شايف ان العلاقة دي علاقة قدرية. آآ آآ تفكيره تجاهك او تجاه العلاقة. آآ آآ تفكيره هو كمان آآ آآ لكتير من انكم ممكن تكون آآ يعني العلاقة فيها منفصلين. هنا العلاقة اللي موجودة هنا. فيه جزء منكم منفصلين وفيه جزء منكم كراش. آآ تفكيره فيك يا بورج الاسد فيه طرف تالت في الموضوع. شخص ده عايز يبدأ معيك. او يتقدم ناحيطك خطوة. شايف فيه مشاعر آآ آآ لسه في بدايتها. بالنسبة لتفكيره شايفة آآ آآ العلاقة فيها مشاعر لسه في بدايتها. آآ آآ او عايز يبدأ معك من قول وجديد. تفكيره فيك انك انت شخص آآ جميل. شخص مبايد. شخص ناجح. آآ شخص طيب. آآ شخص متواصل جدا. يعني هو ممكن يكون بيشوفك انك انك انت آآ ممكن تباني انك تكون عازل او كده. لكن الشخص ده عنده احساس بيك عالي جدا. حتى لو هو كرش. عنده احساس بيك عالي جدا. انك انت شخص آآ آآ يعني بتحب انك انك انت آآ آآ تحقق نجاح في نفس الوقت انت من شخص يعني لانت قردي قوي ولا انت آآ آآ روحاني قوي. يعني انت شخص متوازن آآ آآ فهو بيشوفك بالشكل ده. لكن هو الشخص ده في تفكيره فيك آآ آآ اما شخص ده شايف انك آآ آآ انت في علاقة بس انت هنا لوحدك. وهو الوحده بس هو هنا اللي في علاقة. آآ آآ في حاجة تخص طرف تالت. الشخص ده قلمه موجوع من حاجة. ودي موجودة في تفكيره وانت مش طالع من تفكيره لكن بيفكر فيك آآ بشكل ايجابي. آآ آآ نويات جاهك او تجاه العلاقة. آآ آآ الشخص ده في نويات جاهك او تجاه العلاقة. هو شخص ده بيبحث عن توازن. آآ آآ هو مش مبسوط. لو خدتوا بالكوا هتلاقوا من الشخص ده بالنسبة لكتير من نكم يعني اللي توفقت معه القراءة ان الشخص ده في زواج بالفعل. شخص ده لو هو في زواج فزواجه مستقر. وهو آآ عنده فيه سيطرة حكم كده لكن فيه حاجة تعبية. او لو انتوا مع بعض او الزواج ده منك انت فبعضوكوا عن بعض مخليك آآ يعني شخص ده انت وحشه جدا بيفكر كثير في علاقتكم وشكلها وذكريات وكده. آآ في نويات آآ آآ الشخص ده عايز يعمل توازن بالنسبة للأحاسيس اللي هو بيحسها. يعني هنا هو عايش وضع دي طقته ده عايش وضع بالفعل. هنا في مشاعره تجاهك فيها شوية لغبطة. آآ في تفكيره فيك انت عايجب الشخص ده جدا. لكن في حاجة آآ مشكلة عند الشخص ده فيما يخص علاقة سباسية. او حاجة حصرت في حياته عابل كده. آآ بالنسبة لنويات نفس الشيء. فشخص ده بما ان هو عنده كل ده فهو عايز يعمل توازن. عايز يعمل توازن فيه لنفسه هو. آآ آآ شخص ده لو انتو آآ آآ اصدقاء زملاء عمل آآ آآ او في بينكم آآ آآ اصدقاء مشتركين او كده آآ آآ فالشخص ده عايز آآ آآ يخلي العلاقة تبدأ من المنطلق ده. يعني العلاقة تاخد وضعها في الحالة دي لوقت. يعني تكون فيها انتظار شوية. آآ آآ يعني ما يروحش الحاجة بشكل مباشر او على طول الشخص ده بيبحث عن اتزان. كمان الشخص ده واضح انه هو من الشخصيات النطجة آآ بيفكر بشكل عقلاني. بيهمه قوي مظهره ومنظره آآ آآ وضعه الاجتماعي. آآ فيه حاجات كتير قوي بيفكر فيها غير المشاعر والحب ودي مهمة بالنسباله. فبالتالي هو ما يقدرش آآ آآ ياخد مراحل متهورة في العلاقة. دي اكتر حاجة انا شايفيها. الشخص ده ممكن تلاقيه مختفي عنك في الفترة الحالية. هو بيروح ويرجع كتير. آآ آآ هو شايف انك انت شخص غامض. انك انت بعيد عنه جدا. في حاجة شخص ده مستني ان هو يوصل ليها. ومستني كمان ان هو يوصل ليك. يعني يوصل ليك في آآ طريقة تفكيرك آآ يوصل ليك آآ لو انت اعلى اجتماعيا او ماديا او ايا كان. فالشخص ده في حاجة بيفكر فيها في الوقت الحالي. الشخص ده عايز غير ان هو يتوازن بينه وبين نفسه. عايز يحصل حاجة فيها توازن بينه وبينك انت كمان. فدي نواية. هو شايف انك انت بايد. او الموضوع نفسه بايد. يعني هو مستبعده بالموضوع نفسه. آآ ففيه هيحصل تباعد في الفترة دي. لوقت ما. آآ لكن التباعد ده هيكون لتحسين حال العلاقة او وضع العلاقة. لان هو غير راضي عنها في الوضع الحالي. ممكن الشخص ده محتاج كمان يعمل شفاء زي ما قلت محتاج ان هو يعني يتواصل مع ذاته الروحية بشكل اعمق بشكل اكبر. يفكر بينه وبين نفسه. يعني ياخد حالة كده آآ روحانية مع نفسه. لكن في عودة بعد بعد ما الشخص ده ايبعد او لو هو بعيد بالفعل في الوقت الحالي. في عودة لي. لكن بعده ده هو الاصلاح العلاقة. هو شايف ان العلاقة محتاجة مجهود. محتاجة اصلاح. بالنسبة لخطواته القادمة في حاجتين. لو شخص ده انتم منفصلين. آآ فالشخص ده آآ آآ يعني هو بيرقبك. بيبص عليك. آآ خايف من الرفض. او الشخص ده شايف ان هو في الوقت الحالي. آآ مش آآ آآ العرض بتاعه مش مناسب ليك في الوقت الحالي. يعني هو حاسس ان العرض بتاعه حاليا ممكن يترفض. ده لبعض كم. يترفض ليه? يترفض لان هو شايف ان آآ آآ ان ده شيء مش مناسب ليك. او ان دي حاجة قليلة او ان الشخص ده. آآ آآ لبعضكم لسه محقاش حاجة انت طالبها منه. او آآ 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 في حاجة كمان تخص اموال. في حاجة تخص عمل. تخص اموال. تخص مستقبل. آآ كده. فالشخص ده خايف من ربط. لو هو حبيب او كراش او كده. فالشخص ده آآ برضو بيفكر. الشخص ده تهمه آآ آآ كرامته بشكل كبير جدا جدا جدا. فهو خايف يعني هو في عنده عرض بالفعل آآ آآ لكن هو هيقدمه لكن مش بطريقة مباشرة. تحسبا ان يحصل حاجة. ان يحصل رافض ان يحصل صد او كده. فهو في عنده حاجة لكن مش هتكون بطريقة مباشرة. ممكن آآ آآ رسالة. ممكن تلميح. ممكن آآ آآ حاجة تخص عمل يعني تتكلمه مع بعض في شغل او حاجة زي كده. آآ ممكن كمان آآ آآ يكون عن طريق حد آآ في حاجة هتكون بداية بسيطة وآآ فيها وسيط. آآ حفاظا على كرامته هو يعني هو هيكون آآ هو ده اكتر حاجة بفكر فيها وضعه وشكله آآ آآ ان هو مايتجرحش كده يعني. عاوة كامل العلاقة آآ بعتذر لسقوتي يا جماعة جدا بعتذن استش عارفة او آآ فيه آآ واحد برد او كده. آآ بنسبة للآآ اوة كامل العلاقة انا شايفة آآ يعني مفيش احلى من كده. بقايا كان كل اللي حاصل في العلاقة. انا شايفة فيه تحقيق امنية. فيه زواج. فيه استقرار. فيه نجاح كمان في عمل. فيه وصول لاحلام. آآ ممكن تعملوا شغلوا مع بعض كمان. او تكونوا بتشتغلوا مع بعض. لكن فيه استقرار. فيه كمان مساعدة هتتقدم لكم. سواء عن طريق حد آآ او مساعدة يعني في آآ ايد الهية هتتقدم لكم في العلاقة دين ومساعدتكم. آآ فيه شفاق هيتم كمان من احداث حصلت في الماضي. لو انتو كراش ممكن حاجة تخصه هو او حاجة تخصك انت. آآ عايز اعرف آآ آآ فيه شفاق لازم يحصل من حاجة حصلت في الماضي. سواء عندك انت او عنده او كانت تخصكو انتو اللي اتنين. فيه شفاق لازم يحصل لك العلاقة القوي بكم بتاعها. يعني احسن ما يكون. يعني تحقيق امنيات آآ آآ فيه فرصة كبيرة جدا لو انتو منفصلين فيه فرصة كبيرة جدا للعودة. آآ لو انتو آآ آآ بتحبوا بعض او او في ارتباط ففيه فرصة كبيرة جدا لزواج. آآ علاقة واخده تطور بشكل كبير جدا في الفترة اللي جاية ان شاء الله. والشخص ده هو حاسس ان هو لازم يشتغل آآ على العلاقة لان هو شايف ان هي فيها صعوبات. حين اقول. الشخص ده آآ انتو هو ممكن انتو تايين من بعض دلوقتي. او فيه حاجة آآ قدرية مخلية كل واحد في طريق في الوقت الحالي. بيشوف حاجة تخصه في الحياة او بيتعلم دروسه الخاصة في الحياة. الشخص ده آآ انتو هو هتتجمعه مع بعض تاني. ايا كان الوضع اللي ما بينكو. ايا كان تدخلات الاشخاص. ايا كان عدم السكة ما بينكو انتو اللي اتنين او ما بين مشاعركو يعني. انت مش متأكد من حبه وهو مش متأكد من حبك او ايا كان ده. ففي آآ آآ توازن هيحسن في العلاقة دي بشكل كبير. وفيه اللقاء هيحسن. آآ لكن انتو في الوقت الحالي آآ في دروس بتتعلموها من الحياة او في حاجة بتتعلموها. انتو لازم تعرفوها كل واحد لواحده في الوقت الحالي. وبعد كده اجتماعكو هيكون آآ بشكل متكامل. لان انتو شايفين هنا الاجتماع بتاعكو عمل ازاي. فيه فرصة اللي هي هتتقدم لكو. فيه تحقيق امنية. فيه توازن. فيه استقرار هيحصل. عشان توصل للمرحلة دي آآ فيه حاجة لازم تمر بها انت وهو يعني. انت في حياتك او او في حاجة انت بتعملها وهو في حياته او في حاجة هو بيعملها. دي بالنسبة لا ايوة. ايوة فيه لقاء. فيه اتحاد من اول وجديد. بعدكم ممكن تكون دي علاقة طواء مشوالا. للبعض منكم. فيه لقاء. اه لو خدت بالك هتلاقي ان الثلاثة كروت اللي يجوم على لقاء دول بطوعك انت. يعي ده اسد. ده اسد. ده اسد. ده اسد. لقاء ايه. آآ. برج الاسد انت ممكن تكون في علاقة. آآ. بتحاول فيها انك آآ. تخبي مشاعرك. انك تجبتها. انك تتظاهر بحاجات هي مش 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 صح. يعني ممكن تكون آآ. بتبين انك انت آآ. يعني بتتجاهل الشخص ده او مش عايز الشخص ده في حياتك او انت مبسوط من غيره. او انت كويس من غيره. ده مس صح. آآ. هنا بيقولك انك انك انت محتاج انك ترجع لبورقتك. انت كبرج الاسد آآ. آآ. فيك براءة. فيك طفولة. فيك آآ. فيك آآ. فيك طيبة. فيك اشراك. فيك ايجابية كبيرة قوي ليك واللي حواليك. يعني انت من الابراج اللي تقدر آآ. تحقق التوازن والاجابية لنفسها وللاشخاص اللي حواليها وللاماكن كمان اللي تتواجد فيها. فحاول تكون كده. يعني حاول ما تجبتش مشاعرك. حاول ما تظهرش بصورة غير حقيقتك. غير حقيقتك من ناحية ايه من ناحية مشاعرك. يعني آآ. لو انت في حاجة محتاج انك توضحها يبقى لازم توضحها عشان الامور دي آآ. آآ. تمشي يعني بشكل صح. آآ. لو انت في حاجة محتاج انك آآ. حتى لو وضحتها بالشكل. لان هنا الشكل هو اللي غلط. انك بتجبت مشاعرك. انك بتباني انك مش همك. انك آآ آآ مبسوط بنفسك وانت الوحدك او كده. وده مش كويس في الطاقة الحالية. بالنسبة للرومانس انجل. آآ زي ما قلت بعضوكم هنا ممكن تكون علاقة طاقة مشاعلا. فيها اختلاف. فيها شوية آآ آآ مش شد وجذبي. يعني بعضوكم آآ ممكن يكون في شد وجذب بعضوكم في آآ ممكن تكونوا بتتكبروا على بعض في العلاقة. آآ احيانا انت هارب. احيانا هو هارب. احيانا العلاقة بتكون كتير. وده بسبب الاختلاف الموجود. او احساس الاختلاف الموجود جويكم. اختلاف دي هتكون آآ بحسب طبيعة كل حد فيكم. يعني مقدرش اقول ايه هو الاختلاف بشكل مباشر لكده كم الف بيسمع الكراءة. جاي مع دي. في مشاعر حب قوية جدا. وجاي هنا يعني انت محتاج فعلا زي ما انا تكلمت هنا انك تزهر مشاعرك. انك تكون لطيف. يعني انت كاسد زي ما قلنا التلات ورقات دول بتوعك. سيبك من دول في الطاقة الحالية اللي هي الطاقة والايجو كده وخليك في ده. يعني آآ آآ خرج الطفل اللي جويك. البراءة اللي جويك. التعامل بفترتك. انت من الابراض اللي موضوع الفترة آآ مهم جدا في تعاملاتهم. ما بيقدرش يبقى كده كتير او بيبقى كده في حالات معينة او اوقات معينة لكن هو آآ باقي وقته او هو من جوي آآ براءة طفولة سعادة هي دي الحالة اللي انت لازم تعيش فيها. متكبتش نفسك في الفترة دي ممكن انت ضغط نفسك. ممكن بتفكر كتير ممكن محتار ممكن حاجة فحاول تخرج من الطاقة دي في الوقت الحالي. ده بالنسبة لبرج الاسد بشكل عيني. هناخد بقى كده او ممكن افصل عشان وقت الفيديو ونرجع تاني بعد من شو الوقت. رجانة تاني هناخد السحة هكون ده سريع جدا بنسبة اللي يهمه ده. وانا اعرف برضو المتزوجين والمنفصلين والعازبين المتوقعين يوم في الفترة اللي جاية. السحة بالنسبة لبرج الاسد. السحة انا شايفة انك انت كويسة. لكن انت ممكن تكون بيتيجي على نفسك في بعض حاجات او بتهمن نفسك اللي هو اكل شرب حاجات زي كده. ممكن تكون انت محتاج مثلا تاخد نوع من انواع الفيتامينات محتاج تقعد في مكان هادي ب HEAVى إياه في الوقت الموضوع النفسي اكتر ماهو. اه صحي بانه ممكن يكون الفترة دي عنده حاجة تخص حاجة اه اه يعني اه تخص النواحي الجلدية للبعض منكو اه اه لكن شايفة بشكل كدير craوي انت محتاج اه اه. جاوي مختلف اه تكون موجود فيه في الفترة اللي جاية. شايفة انك ممكن كتير مثلا بتخرج عن شعورك بتتغصب شايفة للبعض منكم ممكن تكون بسبب عدم قدر على التعبير في الوقت الحالي ممكن بعضكم بيعاني من مشكلة في الحلق زي كده فدي اكتر حاجة انا شايفها موجودة عندك في الصحة فحاول تهتمل نفسك في الفترة لي يعني اي حاجة من الحاجات اللي انا قلتها حاول انك تتعامل معيها بالشكل الصحي يعني ما تقصرش من ناحية صحتك العمل بالنسبة لبرج الاسد العمل بالنسبة لبرج الاسد ممكن تكون انت بتحب حد في العمل يا برج الاسد او بتحب حده بترقبه ومش قادر تتكلم وبتفكر كتير اوي في الموضوع مشاغلك جدا كمان للبعض منكم ممكن يكون الناحية العاطفية مؤثر على الناحية العملية او على انجزاتك العملية في الوقت الحالي لانك ممكن مش مستقر بعضكم مش مستقر عاطفيا شايفة كمان ممكن بالنسبة للعمل انت بتفكر في حاجة او عايز حاجة تعملها الجديدة او منعزل الفترة دي او متباطق في عملك في الفترة دي شايفة كمان ان موضوع الاموال شغلك يعني او ده مؤثر معيك في موضوع الفلوس يعني مخلي انجزاتك بطيئة فبالتالي فلوس بسيطة انت عايز تتحرر من الطاقة اللي انت فيها دي عايز تفدأ بداية جديدة عايز تغير مكانك عايز تعمل تغييرات انتقالات يعني عايز تبتدي تغير وهو ده اللي انت بتفكر فيه في الوقت الحالي علشان انت مش عاجبك الوضع اللي انت عامله في الطاقة الحالية ده من ناحية العمل الاموال ممكن بعضوك برج الاسد يكون بيرفض مساعدات او عنده عايزة نفس من ناحية المساعدات او هو طلب حاجة من حد والحد ده رفض لكن انت فيه ما تفكرش في الحد ده كتير او ما تفكرش في المتاح او ما تشغلش نفسك بالنواحي اللي انت حاطت عليها الامل بالنسبة للناحية المادية لان بيقولك ان ممكن حاجة تانية تجيلك من ناحية تانية خالص غير الناحية اللي انت بتفكر فيها ده من ناحية الامل برج الاسد او في حقوق هترجعلك انت بتفكر كتير قوي في حاجات حصلت معاك في خسارة صرتها في حد طلبت منه حاجة ورفض او انت كن كرامتك بتعز عليك انك تقبل حاجة من حد لكن في حاجة هتجيلك من اتجاه تاني خالص والحاجة دي هتحققلك توازن وهتحس انك انت خدت حقك او هكون العدلة بالنسبة لك لكن حاول تخرج منطقة سلبية او تفكير في الميل بشكل سلبي الميل تردداته عالية فعشان انت توصل للميل لازم انت كمان تكون تردداتك عالية انا شايف هنا في الناحية المادية عندك المشاعر طاغية اوية يعني كلها قبس المشاعر طاغية اوية فديم خليه ومشاعر سلبية كمان بعضكو كمان ممكن تكون انت مربوط مثلا بكرمة شخص من ناحية الميل حاول تحط نواية لنفسك يا برج الاسب انوي انت لنفسك عشان ما تكونش مربوط بكرمة حد مثلا حالة المادية متعثرة او انت بتفكر متعنت قوي مثلا في تفكيرك او بتفكر في نواحي معينة يعني مش موسع مجال مجال تفكيرك او بس تحت رجليك شوية في الفترة دي فخلي بالك من الموضوع خلي بالك من طريق التفكيرك ومن المشاعر اللي بينطب عنها طريق التفكيرك لان هو ده بناقان عليه بيكون الوضع والحلة اللي انت عايش فيها تغير طريق التفكيرك فتتغير مشاعرك فيتغير الوقع اللي انت بتعيش فيه خلي دي قاعدة عندكو عارفينها الصفر ممكن تكون انت كان نفسك في حاجة رفاهية تتفسح تروح مدينة تانية غير اللي انت موجود فيها لكن موضوع الفلوس عامل معيك اللي هو انت بتتعامل في الوقت الحالي ان فلوسك على قدك يعني ما ينفعش انك تاخد منها رفاهية مش شايفة عاكد تاني ممكن يحصل عندك صفر لكن انت محتاج في الوقت الحالي يعني تدخل منافسة شوي محتاج انك انت تسترجع قوتك في الوقت الحالي بحيث انك تدخل في شغلك بشكل اقوى او اي ان كان بقى الحق اللي انت عايز تاخده او التواجد المال معيك او حقوق ليك مثلا ممكن بعضوكم ممكن عايز هجرة او صفر العمل او كده فانت محتاج انك انت تكون قد المنافسة تكون شخص قوي شخص مقدم ما تتهابش ما تخافش ما تحطش نفسك في المقارنات لازم تبقى قد حاجة انت ممكن تتحط فيها لو الموضوع عامل او كده لو الموضوع رفاهية او كده فانت محتاج انك يعني اتحقق حاجات شوية الاول في شغلك عشان تقدر تعمل الحاجة اللي انت بتفكر فيها ده من نسبة للاسئلة اللي احنا قلنيها ناخد بقى بسرعة اللي عايزبين من برج الاسد برج الاسد اللي عايزبين ليه برج الاسد عايزبين انت فضع معلق او في حاجة حصلت وانت مستسلم او عايش دور الضحية في الفترة دي طاقة دي مش حلوة حاول تخرج منها هاي زبين برج الاسد ممكن انت كمان تكون معلق في علاقة ثلاثية مع شخص متزوج وانت لسه مش عارف راتك من رجلك في الوقت الحالي المنفصلين والمطلقين من برج الاسد المتزوجين والمرتبطين من برج الاسد تمام زي ما قلت اللي عايزبين ده الوضع يتبعك في الوقت الحالي انت معلق مع شخص في زواج علاقة شوية فيها صعوبات فيها تحديات فيها خوف من كلام معادات تقاليد مجتمع حاجات زي زي ما قلت هنا بالنسبة للعازبين ده وضعك الحالي زي ما نعرف فيه تحسم في الوضع ده فيه تغييره يحصل في الفترة اللي جاية انت ممكن تعمل ايه؟ يعني نسأل شوية بالنسبة للعازبين من برج الاسد بسبب التعليق اللي انت متعلقها دي ينضيف ايدك على فكرة شايف كله بيقولك ايه؟ طيب احنا قلنا الوضع اللي انت موجود فيه ممكن الشخص ده يكون انت في الوقت الحالي انت متعرفوش كويس يعني او متعرفش عنه كويس او اللي انت فاهمه عنه مش هو الصح ومش هو الحقيقة حاول انك انت تستعيد نفسك يا برج الاسد انت محتاج تستعيد نفسك تسقطك بنفسك شخصيتك الاصلية حاول ترضى بكل يعني اعمل لنفسك محيط ايجابي اعمل لنفسك هالة ايجابية حاول انك تركز في نفسك انت وتنجح مع نفسك متقفش في الوضع ده كتير ده وضع متعب يعني اعدل نفسك انجح في شغل انجح في الدراسة طور في نفسك طور في شخصيتك روحانياتك حاول تعمل حواليك طاقة ايجابية حاول تركز في حاجات تخصك انت بحيث انك انت تنجح وتعمل الهالة اللي حواليك هي اللي بتجذب لك المناسب ليك او اللي انت عايزه اه اه شايفة كمان ده بالنسبة للي عزبين من برج الاسد بالنسبة للمنفصلين والمطلقين من برج الاسد انا شايفة فيه مرقبة اه شخص ممكن اون اوف كتير اه شايفة شخص ممكن تكون استغلك مديا استغلك عاطفيا شخص مراوغ لعبي برقبك. هنا كمان بيقول لك خلي بالك من العلامات الحامرة هو شخص ده برقبك و برقبك منتظر يشوف منك حاجة رد فعل او يشوفك انت بتعمل ايه. من الواضح هنا انك انت هتقفل الصفحة دي بالنسبة لمنفصلين المطلقين. من الواضح اللي كتير منكم ممكن هيقفل الصفحة دي يبدأ حاجة جديدة في حياته او هو نهاية بالفعل وهنا كمان بيقول لك انك تخلي بالك. وهنا كمان ده مناسب يعني انك بيقول لك ان في حاجة تانية ممكن تكون افضل. افضل من الطاقة دي او من العلاقة دي. طبعا كل حد ياخد المناسب بالنسبة له يعني انا مش بيقول لك انك انت تعمل كده او في حاجة بالفعل افضل انا شايفة العلاقة فيها كام فيها ليل. لقاء اوف كتير شخص متلاعب وهنا كمان بيقول لك خلي بالك ممكن فترة اللي جاية كمان تخلي بالك ابتل لان الشخص ده بيرقبك. وشايفة كمان كتير من النقو انت بالفعل بتبدأ حاجة جديدة في حياتك وبيقول لك في حاجة تانية. احسن. ممكن تكون انت عارف يعني في حالة دانية احسن. بالنسبة للمتزوجين والمرتبطين. متزوجين والمرتبطين. شايفة فيه ممكن عمل دي معكو. شايفة فيه اطفال كتير منكو. بعضوك لو انتو بتشتغل حاجة مع بعض او الناحية المادية او العملية بأثرة في علاقتكو او في ارتباطكو او كده ففيه تحسن يحصل يعني انت دلوقتي لو انت حاسس بعدم توازن وفيه مشاكل حصلة عائلية بسبب الشغل بسبب الفلوس او الحاجات دي كلها ففيه تحسن ما هيحصل الفترة اللي جاية ان شاء الله. وخلوا بالكو او كده من موضع الاطفال او اهتمامات اطفال او كده يعني. ده جانب. فيه جانب تاني ممكن للبعض ممكن يكون انتو فيه تدخلات من اهل من اصدقاء او حاجة في بقولك خلي بالك من نقطة زي دي. لانها بتخلي اه بتعمل توازن العلاقة يعني بتفسد توازن العلاقة فخلوا بالكو من النقطة دي. بالنسبة المتزوجين والمرتبطين فيه حاجة نكحة انتو هتعملوها مع بعض. فيه علو شقنة هيحصل في العلاقة دي. فيه تطور هيحصل في العلاقة دي بشكل كبير جدا. يعني فيه خروج من ازمة بشكل كبير. لو العلاقة دي فيها ازمة فانا شايف بشكل كبير في خروج من ازمة. اه ممكن بعضكم عندكم مثلا مشكلة في الاطفال. ممكن مشكلة انجيب. اه ممكن تكون فيه اطفال بالفعل وفيه مشكلة مثلا من ناحية تربيتهم او مصروفاتهم او حاجة زي كده. بيقولك ان كل ده هي فيه تحسن. انا شايفة فيه وصول لغيات شايفة فيه تطور على المستوى المادي والعمل شايفة فيه. كتير من نقوة هتعملو حاجة انتو الاثنين مع بعض. تمام؟ هنا اه يعني ده كارتيس الايجابية كلها يعني. اه ده بالنسبة لبورج الاسد مرتبطين. بالنسبة لو انتو مش متزوجين وفيه ارتباط بس. ففيه ترسيم العلاقة. فيه زواج ان شاء الله في الثلاث شهور اللي جايين هيتم الزواج وترسيم العلاقة. وهيكون فيها خير. العلاقة فيها خير وفيها بركة. ممكن يحصل على طول انجاب او كده. اه او حملة او جود اطفال او انت متزوج بحد عنده اطفال او انت عندك اطفال. اه كده يعني. فكل حد بياخد طبعا بالشكل المنسب لي. لكن في كل الاحوال فيه خير كتير قوي في العلاقة دي. زي ما قلنا هنا هنا فيه خير كتير. هنا فيه حد تاني احسن. خلي بالك من الشخص ده. خلي بالك هنا. يعني انت في حاجة انت متقعد ماله في حالك. فركز ايه اللي بيحصل حواليك. وهنا زي ما قلنا ان واستمع الى حدثك. اه انت كمان للنسبة لك محتاج انك تطور في نفسك بالنسبة للعازمين من برج الاسر. محتاج انك تعرف الشخص ده اكتر يعني تعرفه على حقيقته اكتر مش على حقيقته ان هو حد وحش. لأ يعني اه انت حاطت نفسك في قلب صعب. يعني صعب تفهم في نفسك صعب تفهم في غيرك. لأ اه انتبه لنفسك. دي اكتر حاجة مهمة اللي عازلين في الفترة دي. تشكركم جدا.